اذا تتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة سلم تعقيد. وده الفيديو رقم واحد في اللغة العربية مرحلة ما بعض الحروف. انا زلت على القناة سلسلة اللي هما لسه ثلاث سنين ونص اربع سنين اللي لسه لتعليم الحروف. وده ان شاء الله الاطفال اللي من خلاص الحروف. نبدأ معها ايه? هل نبدأ معها كلمات على طول? لا. في حاجة اسمها مواضع الحروف. مواضع الحروف. مواضع الطفل الالف الحروف شكلها فين? في اول كلمة. دايما هنقول كده الفتحة شرطة ميلة فوق راس الحرف بتقول لي افتح بقك. الفتحة لازم ابني يحفظ كده. الفتحة شرطة ميلة فوق راس الحرف بتقول لي افتح بقك. الفتحة شرطة ميلة فوق راس الحرف بتقول لي افتح بقك. باق فتحة. باق فتحة. باق فتحة. باق فتحة. باق فتحة. باق فتحة. باق يليه تلات. في اول. الكلمة. وفي وسط. الكلمة. وفي اخر. هنقول له ايه? مهما تغير شكلك عارفينك يا با. مهما تغير شكلك عارفينك يا با. غيرت شكلك وجيت كده. عارفينك هنقول با. جيت بالنظام ده. هنقول لك با. جيت بالنظام ده. هنقول لك با. الحرف يليه تلات. شكل. شكل في اول. الكلمة. شكل في وسط. الكلمة. شكل في اخر. هنقول له ايه? مهما تغير شكلك عارفينك يا با. باق فتحة. باق الحرفي ليه تلات. اشكال. الحرفي ليه تلات. اشكال. تاني. الحرفي ليه تلات. اشكال. شكل في اول. الكلمة. شكل في اخر. الكلمة. شكل في اخر. الكلمة. شكل في وسط. الكلمة. شكل في اخر. الكلمة. هنقول له ايه? مهما تغير الشكل داك عارفينك يا باق. باق فتحة. با با با. با با با. با با با. با با با. اه با في اول ايه? الكلمة. وباق في وسط. الكلمة. وباق في اخر. هنقول له ايه? مهما تغير شكلك على تمينك يا باق. الفتحة شرطة ميلة فوق راس الحرب بتقول لي. الفتحة شرطة ميلة فوق راس الحرب بتقول لي. افتح بق. باق فتحة باق. باق فتحة. باق با با با. با 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 با. طيب تاق فتحة. تاق. شرطة ايه? تاق فتحة. تاق فتحة. تاق فتحة تا في اول الكلمة تا في وسط تا في اخر تا في اخر تا في اخر وان شاء الله هنعرف بعدين ازاي نكتبت تا في اخر الكلمة كده او كده الفتحة شرطة ميلة فوق راس الحرف بتقول لي افتح بقف تا فتحة تا فتحة تا الحرف يليه تالت تا في اول تا في وسط تا في اخر هنقول له ايه مهما تغير شكلك عارفينك يا با. نيجب بعد كده حرف الثاء. ثاء فتحة ثاء. ثاء 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 والثاء حرف ايه? لثوي. بخرج في ايه? لساني. بخرج فيه. لساني. ثاء في اول. ثاء في وسط. الكلمة. ثاء في اخر. هنقول له ايه? مهما تغير شكلك عارفينك يا با. يا ثاء. مهما تغير شكلك عارفينك. يا ثاء. 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 انا كولية امر اعمل ايه مستر عشان استفاد من الكرسي ده اعمل ايه مع ابني بص كده بص يا سيدي انت هتيجي في الكراسة وتعمل كده هتعمل ايه ده حرف الباق هتعمله بشكله الاساسي فوق في الصفحة كده اهو كده وعلي الفتحة ويلونه وتيجي في نص الكراسة تكتب باق في اول كلمة بالشكل ده باق في وسط الكلمة بالشكل ده والفتحة فوق وباق في اخر الكلمة بالشكل ده بس وانزل بها عمو وحرف التاق نفس الحكاية تاق كده وحطوا نقطين فوق ويلونه عشان كل حصة شغلين حرفين او تلاتة بازن الله وانزل بها عمو التاق في اول كلمة سنة واحدة وده النقطة وده النقطة وده الفتحة وتاق في وسط الكلمة سنة بس في النص ونقطة ونقطة وده الفتحة وتاق في اخر الكلمة بدون ايه بدون سنة في الاول معاشي لعملت انها غلط فتحة انزل بها عمو بس وفضل اقول له باق فتحة باق وامل لي اقول له اكتب لي باق في اول كلمة باق في وسط الكلمة باق في اخر كلمة هنبدأ نشتغل كده تاعة ربع حيات وحكاية ناخد كلمات ان شاء الله نحط حرفين لازقين في بعض باذن الله تعالى تمام مهم جدا 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 النقطة دي يا جماعة مهم جدا جدا النقطة ايه النقطة دي نرجع لحصاتنا تاني لازم يكون في كتاب فيك الراسل باق فتحة باق فتحة س ا 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 عند الثاء بس. تمام? زي ما انت شايف اهو. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. بعد كده هبدأ احط الابن حرفين مع بعض زي كده. ا ا الف همزة فتحة ا ا ا فتحة ب هنده بعد هقول ا ا ب ا ب. وده هنطلب الحسجية ان شاء الله. بس اشوف رد في عليكم ايه? على السلسلة دي. وشفت علاقاتكم ولايقاتكم الجميلة وبعد كده ان شاء الله. اشوفها انكمل وانش نكمل على حسب تفاعلكم ان شاء الله. شوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.